سلام الله عليكم أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة مباشرة من أسدهات الشروق الإخبارية وفي مستهله كما جرت العادة جريدة الشروق اليومي التي خصصت افتتاحياتها لنهار اليوم للقمة العربية قمة نوفمبر نجاح العرب وتقرؤون في عنوين رئيسية أخرى قمة الجزائر محطة تاريخية لتعزيز التضامن الجزائر تتعهد بمضاعفة الجهود لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليها ضمن قرارات هامة لدفع العمل المشترك للتكفل بهموم المواطن العربية وتقرؤون أيضا روح التوافق والتضامن ستكون حافزا للمضي نحو تدسيد الأهداف والرئيسان الصيني والروسي يدعما نتائج محطة نوفمبر العربية تقرؤون أسفل الصفحة الأولى من جريدة الشروق وفي تفاصيل الجريدة التي خصصت لها جريدة الشروق اليومي حيزا كبير للقمة العربية وتقرؤون قمة الجزائر نجاح على كل الأسعاد والتاريخ سيوثق للأجيال وتقرؤون في تفاصيل هذا المقال أكد وزير الخارجية لمطلع مامرة والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيطة أن القمة العربية بالجزائر كانت ناجحة على جميع المقييس والأسعاد وأن قمة الجزائر كانت الأهم مقارنة بالقمة السابقة من حيث التمثيل وما ميزها هو التوافق الكبير بين المجتمعين وعدم وجود تحفظات كما كان يحصل سابقا أما عن أليات سطبيق ما تم الاتفاق عليها في أعلان الجزائر فهو متعلق بالإرادة السياسية التي عبر عنها قادة الدول الحاضرين وكشف أبو الغيطة عن مقترحات قدمها الرئيس تبول العمل العربي وأخرى متعلقة بنظام عمل الجامعة وتمت موافق عليها من القادة تقرؤون أيضا ضمن جريدة الشروق السادرة لنهار اليوم هذه هي شروط وشبكة الترقية إلى رتبة أستاذة حيث أفرجت وزارة تعليم العالي والبحث العلمي عن شروط وشبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذة بعنوان الدورة الثامنة والأربعين للجنة الجامعية الوطنية إذ سيكون المترشحون ملزمين بنشر مقال في مجلة علمية مصنفة سواء في ميادين العلوم والتكنولوجيا أو في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية مع شرط الحصول على ثمانين نقطة على الأقل في النشاطات البداغوجية وعلى ما أدناها مئة وعشرون وأعلاها مئة وثلاثون في مجال نشاطات البحث وتقرؤون مشاهدين في افتتاحية جريدة المساء الصادرة لنهار اليوم التي عادت هي الأخرى إلى الحدث العربي الذي احتضنته الجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر إعلان شامل ونجاح باهر رئيس الجمهورية قمة الجزائر محطة هامة لتعزيز العمل العربي المشترك أما أبو الغيط فصرح ما يليه قمة الجزائر ناجحة بجميع المقاييس العمامر يؤكد على النجاح هي الكلمة الأمينة والمعبرة لهذه القمة وتقرؤون على رأسي الصفحة الأولى مكانتكم كبيرة لدى الشعوب العربية أزده وساما مرفيعا من البرلمان العربية العسومي مخاطبا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقرؤون في تفاصيل هذه اليومية صدرة لنهار اليوم هذا المقال المعنوان كالتالية واقعية عربية لمواجهة التحديات غدر القدر العرب الجزائر أمس بعد يومين من أشغال مذنية توجت بمصداقيتهم على أو مصدقتهم على إعلان الجزائر كعنوان للقيمة العربية في دورتها الواحدة والثلاثين أجمعوا من خلالها على توحيد الموقف العربي والتحرك والتحرك مجتمعين لإسماء كلمة تكتل عربي قوامه قرابة نصف مليون أو نصف مليار نسمة تفاصيل هذا الموضوع في جريدة المساء الصدرة لنهار اليوم أما البلاد فهي الأخرى تخصص صفحتها الأولى للحدث العربي الذي احتضنته الجزائر قمة نوفمبر تنتصر لفلسطين رئيس الجمهورية يصرح انتصرنا لفلسطين وتوحيد السفة العربية الجزائر نجحت في تحقيق الأهداف المسطرة يصرح رمضان العمامر وتقرؤون في تفاصيل هذه الجريدة التي خصصت ملفا كاملا لهذا الحدث قمة الجزائر تنتصر لفلسطين وفي عنوين فرعية تقرؤون انتصرنا لفلسطين وتوحيد السفة العربي فلسطين على رأس الأولويات العربية والجزائر نجحت في تحقيق الأهداف المسطرة تقرؤون أيضا عنوين أخرى الرئيسان الروسي والصيني يدعوما مخرجات قمة الجزائر هذا فيما يخص جريدة البلاد تقرؤون أيضا ضمن هذه اليومية مقال آخر رجال أعمال قطريون مهتمون بالاستثمار في الجزائر أكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن أحمد آل ثاني على اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر وتشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين لتعزيز التعاون مع نظرائهم الجزائريين من خلال إنشاء شركات وتحالفات تجارية سواء في قطر أو في الجزائر مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وقال الشيخ خليفة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أمس الأربعاء إن هناك حرصا من جانب المستثمرين وأصحاب الأمان القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم الجزائريين تفاصيل هذا الموضوع في جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم في الصحافة الجزائرية نطقة باللغة الفرنسية تقرؤون مشاهدنا في افتتاحية لغيزون صادرة لنهار اليوم نجاح نجاح مدوي وتقرؤون مشاهدنا في تفاصيل الجريد الصحافة العالمية والعربية منها وفي افتتاحية القدس العربي صادرة لنهار اليوم اختتام القمة العربية في الجزائر تمسك بمبادرة السنة ودعوة لمحاسبة إسرائيل ورفض للتدخلات الخارجية وفي تفاصيل هذا الموضوع تقرؤون مشاهدنا ما كتبته القدس العربية أسدل ستار أمس في الجزائر العاصمة على أشغال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية بتلاوة إعلان الجزائر الذي جدد تمسك القادة العرب بمبادرة السلام العربية كإطار لحل القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية تفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الأولى من جريدة القدس العربي الصادرة لنهار اليوم كان هذا كل ما لدينا فيما يخص معرض الصحفة لنهار اليوم شكرا لحسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة والمتابعة 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 والمتابعة